لا طلع نزل ووط التيفي ووط الايه؟ ووط التليفزيون بقى امان ليه يا وليك يا سعدت الباشا عشان الولياء اللي جوه دي ما تسمعش اي حاجة انت مش قلت انها ما بتتحركش ما بتتحركش اه بس ودانها زي الكلب الموليسي بتسمع دبت النملة طب دلقى دي خمسة الاف جنيه اهو فين بقى الورقة اللي قلت عليها ان فيها معلومات تفيد هايدي في القضية خمسة الاف جنيه ايه يا سعدت الباشا الولياء عندها فشل كلاوي بتغسل بعشر تلاف جنيه في الشهر بتغسل ايه ده انت معفن والله والله ما كنت حتنازل عن مئة الف جنيه بس له لم جيتك هده لا سيدي ادي خمسة تاني اهو فين بقى الورقة شوفها سعدت الباشا الفلوس دي علشان اقولك الورقة فيها ايه لكن الورقة نفسها عشان ادهالك لازم تديني خمسة مليون لحلوح مايقلوش لحلوح طيب يا سيدي هادي الورقة اشوف اللي فيها ايه واخد الورقة مش عاوزك الورقة ايه فيها عنوان نجوان بنتي ومروان بالتفصيل الشارع والعمارة والشق لا اللي حليح الاول حاجة غريبة الشيخ ناصر عاوز يضمك لحريمه زي ايه حريم السلطانك ده شوفت انا رديت عليه ازاي ما شاء الله عليك يا رد معتبر الرد ده بيسموه رد دبلوماسي رفطيه من غير ما تحرجيه رفطت مين يا موكوس مش مهم يا سندس بعدين ايه ايه البت كوريا اول مرة تأخرك ده بالليل بتصل بيها بالتليفون ما بتردش جلبي واكلني عليها حنزل ادور عليها واول ما تاجي يبا يطمينين بالتليفون مش هتواكلني الزبادي ها هيتأكلك ها هكليه انا اللي هأكلك يا سندس تعاك يلا برهنة والشفاء هتوادينا زور النبي؟ اوعدك يا سندس اول مخلص من لنا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمرة مع بعض هناك اه لي عند النبي اه قولي والنبي والنبي يا سندس انتي كذبة يا اختي وبيع الكلام هواديكي وهتشوفي كل انتي بس وادعيلي يا سندس لا يا رب مالك يا بيت فيه ايه؟ ايه يا كرية فيه ايه؟ قلقتيني عليك انتي كنتي فيه؟ خالك لسه نازل يدور عليكي انتي بتعياطي فيه ايه مالك؟ براهيم دايمي براهيم ماله قدت تجزه ومشيت وراء لقته بشتغل في كباريه كباريه؟ انا قلت لك يا كرية متمر براهيم دا مش مظبوط مش مريح مريب كده يعني لحتى علاء قال لي ان سكت وكلها غلط ومش تمام بالصراحة هو قال لي انك لازم تفسخي خطبتك منه يا ما حذرته قلت له يا هيمة بلاش يا هيمة هتزعل مني يا كبدك يفضل لك مر مفيش كاني بكلم نفسي بالزبط معلش كويس ان اتكشفتي على حقيقة وقلت لقيمة واحد تحبيه احسن منه هذا الغلطانة انا كله وره كترواتر بنفسي ميت جاسمة وبعدين ارجع وول معلش يا بيت انتي بتحبيه معلش يا بيت كلنا بنغلط مفيش فايدة مفيش فايدة معلش يا كوريا معلش مفيش فايدة هم عملش هم ارجع لكلهم كده بس والله يا علاق كان عنده حق يعني هو كذابط قدر يعني يقره ويفهمه هم الصباط برضه ليهم نصرة في الناس مختلفة غيرنا ماشاء الله عليه زابط ايه وزفت ايه؟ هو انا نقصك او انا نقص زابط بتاعك؟ بقولك ايه؟ انت عبر انا مش عايزك انا عايز اقعد بتقولي بتعرفي يا كوريا؟ انتي تستهل اللي بيعملوا فيك إبراهيم بس انا هعمل بأصلي هكلم خلك وهطمينه عليك انا الحق علي ان انا قلقت عليك خليك يا شخير روحي كده باشي براي باشي تعملي لما ترك انا عرفش انا برجعتنا لي اين تشفرة هناك زي انا بزبط او انت فكر ان انت لما ترك امشتلاقي نفسك هناك مسنون امشتلاقي نذر عيد مسطني يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجة كنا يهرب من نفسه ازاي بقى قولك يا سارة ما تنامي يا حسن بطلي بقى الحركات بتاعتك دي عملالي عقلة وفيلسوفة وكل ده عشان مش عايزة تحسي ان حياتك تفهة بقلمك بقى حياتك تفهة وحتفضل تفهة على فكرة انا حياتي مش تفهة خالص على اقل مبهربش من نفسي لا ده انا بعض معاه وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر ومتفقين على كل حاجة انا بعمله يودي يا شوكا يا والا امي يا والا اوه طيب عادي يا عاما يا عاما بس مين يا عاما يا عاما يا عاما يا خراب يا خراب يا خراب انت اللي قلت الكوريا ليش شغال في الكبارية؟ وانت شغال في الكبارية يا براهيم انت هتعبيهم وتعبيهم ليك وانا اللي مديك عربية بتستهدأ منها طيب بس استهدأ بالله اهدخل العربية في الكلام اللي انت بتقوله ده ده اشتان وده خل بالكو يا كور والله العظيمة كباكي ما ارتلع حاجة والله عارف لا بس ان انت شغال في الكبارية كوريا اصلا حطاك في دماغة ومفكراك ان انت مرافق وحدة وانت عارب بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغة انت عارب بقى أبراهيم والله العظيمة ارتلع حاجة هاي يا اخوي استهدأ بالله يا حبيبي استهدأ بالله استهدأ بالله واسترجل كده يا واد انت خايف منها ليه هي مسكلك زلة ولا حاجة وبعدين انت راجل يا اخوي تعمل عمتك وتلف عمتك تشتغل بقى في كبارية تشتغل في الاعارة انت حر استرجل وشكمها يا واد غايف ابراهيم ده لو سكين عرقابت يا جدع سرك يدفن معاه يا سلام هو مقدرش على الحمار هيتدور على البردعة نادر الحمد الله على السلامة يا حبيبي وحشتيني قبل الله سلمك داستور 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 ياهل الدار صباح الفل يا استنوال يا رب تكون ارتحتي وعرفت تقادي في فرشتني المتوضع زي الفل السكعون نعمة من عند ربنا دا انا للك كان زماني مرمية في الشارع كلاب السكك بتنهش في لحم يا استنوال انت مش عارف قيمة نفسك انت ست محترمة ايه وان بس الدنيا هي اللي ملعبك معاك بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤخزة حمامة في فيلم اريده حلن وانا ميردنيش البهدلة اللي انت فيها دي روح يا شيخ ربنا يكرمك ويفتحها في وشك بصي بقى يا ست ربنا واحد هو اللي يعلم انت زي اختيك وانت ما شاء الله جمال وجسم وراسم وعود ربنا يحميك من الميكانيكي وعيون الناس بصاصة وانا ميردنيش عاي الخبئ كده ولا خروق كده كل العدلات ولا مؤخزة مسجل خطر وسمعته زي النيلة طب والعمل ايه؟ لا 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 العينين الحلوة دي ما تعيطش انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم ما بيعديش من جنبه دكر بطة حتى هتعيش هناك معززة مكرمة وانا هتكفل بك من كفة شيء عشان تبقي بعيد عن ايد الرجالة ولسنة الخال وانا اللي قاعدة عمالة اقول تعون ده صايع اللي مؤخزة يعني اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيك وعمالة اسأل هيحاول امتى يجيب رجليك اتاريك ارجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة طب ايه رأيك بقى ان انا خلصت شغل وروحت مغير جاري وجاري عشان اجيبلك فطار عارف انك على لحم بطنك من المبارح يلا بسم الله شوية كباب وكفتة بس يستهلوا فمك كمان كباب وكفتة ده لسه البلد فيها رجالة ما شبكش مني لا ربت الغنة ايه ده حبيبي صح النوم ده انا قلت عمل لي لوم على السريع كده مردش ازعيك عشان تميني فطار اعادي 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 فطاري انا مش عاوز افطار بص بقى يا مروام انا عاوز فلوسي اللي عندك وبعدين انت ممكن تفاهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه؟ وانا سايبني كده عاملة زي الشحاتة بس انت قولي ازاي؟ يا حبيبتي انت تؤمري وانا علاية التنفيذ وبعدين فيه شعار في العالم دلات بقولك انسى الكاش لازم تنسى الكاش خالص وتعاملي معايا لاني فيزا اطلبي وانا جيبلك لا يا سيدي شكرا انا بقى فقرية عاوز امسك الفلوس كده ورق وحسها واصرفها ماشي يا فقرية ماشي في عشر تلاف دولار جواه في الدولاب خش اخديها عشر تلاف دولار بس؟ ده غير صهرة في مكان انا وانت اللي لدي تحفة طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول للمحل عشان انا شفت فصان هناك عجبني وعاوز اخد رأيك فيه يا حبيبتي انت من احلى عشر ازواق في حياتي شفتوهم انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني لان الفكرة عندي في الحشو في الحشو اللاه اهمالحق اخد الفلوس احسن تغير رأيك او تدخلني في عملية من بتوعك وتخسر هملي اهمالحق اهمالحق